مشروع لتسمي العجول يعمل بالطريقة التقليدية معتمدا على أصناف مال الأعلاف وتوفير علاجات ما تستدع الأمر ذلك مراحل التسمين تأخذ شهورا قبل أن تصل إلى النتيجة المطلوبة تنسرع العجول صغار تنسرعهم داباها ومتا تشوفهم هاتوا صغار وشي شوية تنسرعهم ونزيدهم السوق أو التاني تنسرع عجيلات خرائن وهذا شيء باش عايشن الحمد لله تنألفهم الفول الشعير الخالة تنطحنوا ذلك الشي تنوجدوا لهم الألف تنوردهم تيدخل الألف تنكلهم تبن كين ديال البالدي الفصاء تنأخذوا تقريبا تطيع البالدي الفصاء وقعدنا البالدي الفصاء وتبن مرة كل مرة كل مرة تنطيهم حالة مرة تبن مرة الفصاء مرة الحمد لله مزارع تسميني وتربية العجول تزايدت منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر بشكل لافت أهم الأسباب نسبة استهلاك اللحم البقري إذ يصل إنتاجه إلى نصف إنتاج اللحوم الحمراء في المغرب معظمها من لحم العجل العجل الذي أريد أن تتحل فيه يوجد على سبع شهر ثم سهر عطيته مزيان كالعجل الذي أريد أن تعطيته مزيان وهذا الدوري الذي أعلفته مزيان في دور داغي يوجد على خمسة أو خمسة ونص تربية العجول وتسمينها يختلف من فصل إلى آخر بحيث تطلب كل فصل عينات مختلفة من الأعلاف منذ انتلاق مخاطط المغرب الأخضر تم وضع أهداف إلى تطوير سلسلة اللحوم الحمراء وخصوصا منها سلسلة الأبقار بغاية رفع حجم العرض وتحصين الجودة وولوج أفضل من خلال الثمن والتوزيع يمدد ليشمل مختلف المناطق ما أدى بالتالي إلى زيادة ظهور مزارع تسمين العجول